بعد تسجيل هدف الترجل اول مام النادي البنزارتي في ربع نهايك اس تونس يوم الاربع الباضي قام المهاجم محمد علي بن حمودة بوضع اسبعيه على اوضونيه كتقليد للحركة الشهيرة التي يقوم بها الهولندي مونفيز ديباي وتعني انه لا يكترث بالانتقادات وبما يقال البعض حول الاستياد في المياه العاكرة والاشارة الى ان بن حمودة يقصد بذلك انه لا يهتم بانتقادات جمهور الترجل خاصة بعد اداء في دور ابطال افريقيا لكن رد بن حمودة جاء سريعا حيث وكد في ستوري نشره انه لا فائدة من تاويل اللقطة وانه يضع جمهور الترجل فوق رأسه ولا يمكن ان يقصدهم بتلك الحركة مضيفا انه قام بيك رسالة للرد على من يريدون تعكير الاجواء داخل العائلة الترجية واختتم بن حمودة كلامه بعبارة الترجل دولة هذا ومن جانب اخر وفي اطار التحذيرات للقاء البطولة من البلايوف يوم الاحد بين الترجل وذلك الاتحاد المنسيري عاد الاتحاد المنسيري منذ يوم الخميس امس الى تونس قادما من السعودية بعد مواجهة قحمان اليمني في الدور التمهيد من بطولة الملك سلمان للاندية العربية فدخل الفريق مباشرة في تربص في الحمامات استعدادا لمباراة الترجي في رادس وهي المباراة المتاخرة من الجولة الثانية من مرحلة التتويش لعب الوسط منظر القاسم كان تعرض من جانبي الى اصابة خفيفة ضد فحمان لكنها لن تمنعه من المشاركة امام الاحمر والاصفر ليكون الغياب الوحيد المهم للغاية يوسف امارو والذي تعرض الى اصابة جديدة بسبب التسرع وفي اشراكه بعد العودة من الاصابة الاولى في خبر اخر ومباشرة بعد الاعلان عن نتيجة القرع الخاصة بربع نهايكاس ربيطة الابطال الافريقية والتي وضعت ممثلنا التونسي الترجي في مواجهة جزائرية ضد الكبير الافريقي شبيبة القبائل يوميا الواحد والعشرون او الثاني والعشرون افريل الجاري وانتقلت وكالات والاصفار في التجهيز لرحلات منظمة على غيرار ما حدث في مباراة شباب الوزداد كل المؤشرات تؤكد ان تنقل لمكشخين الى الشقيق الجزائر خاصة وانه جاء متزامن مع عطلة عيد الفطر ختاما سيقام السوبر الافريقي يوميا السادس والسابع ماي الفاني وثلاثة وعشرون وسيمثل فيه الترجي كرة اليد التونسية ومن اجل اللقب وبطاقة المونديال المقررة في السعودية على حد السواء الترجي سيباري في المربع الذهب للسوبر الاهل المصري بينما يلتقي الزمالك شبيبة كيتشاسا الكونغولي والمواجهات ستقام ذهبا وإيابا والفائز يتاهل بعدها الى النهائي والبرنامج المربع ذهب للسوبر الاهل المصري امام الترجي الزمالك امام شبيبة كيتشا الكونغولي ترجمة نانسي قنقر